ثم أكد الله تبارك وتعالى حقيقة التي يجب أن تقال في عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول بس رسول كريم رسول كريم معظم عند الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول كغيره من الرسل سبقه الرسل لماذا هذا إله هو رسول كموسى كإبراهيم نوح صالح هود داود سليمان عليهم الصلاة والسلام هذا مثلهم ما الذي جعله إلها هو رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لا جديد ثم ما وأمه صديقة مجرد صديقة نعم صديقة أي كاملة في صدقها وتصديقها عليها السلام ليست إلها أمه صديقة ولا نبيه ولو كانت نبيه كانت ذكر لأن الآن يذكر أعلى ما في عيسى أعلى ما في مريم ثناء من الله تبارك وتعالى قال هو رسول أمه صديقة ذكر أفضل ما عندهما ثم ماذا قال كان يأكلنا الطعام نزل كان يأكلنا الطعام فأول شيء بدأ بالمدح وذكر الكمال الذي لهما الكمال لعيسى أنه رسول والكمال لمريم أنه صديقة ثم ذكر النقص البشري كان يأكلان الطعام كان يأكلان الطعام بس لا تتجاوز ذلك بشر كان يأكلان الطعام من أين لكم أنها إله أنه إله من أين لكم هذا بشر كان يأكلان الطعام ومريم عليها سام من الكمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا مرأة فرعباس فقط كامل من الرجال كثير الأنبياء كمل كلهم من الرجال العباد الصالحون الأتقياء الشهداء الصديقون من الرجال كثير لكن من النساء قليل ولذا قلنا إن الرجال أفضل من النساء بشكل عام يقول كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا فقط وهذا في الصحيحين جاء في الحديث أنه كامل من النساء مريم وآسيا وخديجة وفاطمة ولكنه ضعيف لا يثبت والحديث ثابت في الصحيحين مريم وآسيا فقط لكن لا يعني كون مريم وآسيا كاملة أن لا يكمل غيرهما من النساء ولذاك هذه الأمة فيها خير عظيم جدا قد نص أهل العلم على أن الكمل من هذه الأمة خديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن واختلف في أيهما أفضل في أيهن أفضل خديجة أو فاطمة أو عائشة رضي الله عنهن كلهن من أهل الجنة ولكنهن من الكمبل من النساء قطع ولكن كحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي كمل من النساء مريم وآسيا نعم قال كان يأكلاني الطعام ما الدنيا أنهما كان يأكلاني الطعام هذا الكتاب المقدس عند النصارى وهذا إنجيل لوقة وواحد الآن إنجيل الأربعة إنجيل لوقة في الإصحاح الثاني والعشرون الإصحاح الثاني والعشرون انظروا ماذا يقول في هذا الإنجيل يقول وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح فأرسل بطرس ويوحنى قائلا يعني عيسى أرسلهما قائلا اذهبا وأعدى لنا الفصح لنأكل إذن عيسى يأكل هذا بنص الانجيل عيسى يأكل يقول أعدى لنا الفصح لنأكل كان يأكلان الطعام كما قال الله تبارك وتعالى ثم قال انظر كيف نبين لهم الآيات انظر يا محمد كيف نبين لهم الآيات أي نوضح لهم الآيات وهذا من التعجب آيات بينات واضحات ثم انظر انه يؤفكم مع هذه الآيات الواضحات البينات ومع هذا ينصرفون عنها هذا من أعجب العجب انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انه يؤفكم